مساء الخير كابتن ايمان مساء الخير عكبات نهارد لك يعني الارقام مبدايا خسرنا نقطتين مهمين جدا قبل طبعا تكملة المشوار الافريقي يوم السبت القادم مع يانج افريكانز على العموم اعطاكم ان شاء الله حتو بقى الفترة الجاية هنركز اكتر رح نستغل كل الفرص دي النهاردة كابتن ايمان الارقام شوية متقربة بين الشرط الاول والشرط التاني مفيش اختلفات كبيرة جدا حناف بس عند ظاهرة معينة هنتكلم عليها اثناء الشرح عن الركنيات والكروسات بشكل خاص ولكن خلينا نستعرض ارقام المباراة حصائية المباراة النهاردة بشكل عام يعني كانت ماشية ازاي على ارض الملعب معنا الجدول اللي بيبين الارقام كانت ماشية ازاي طبعا تعادل سلبي بالنسبة للاستحواز كان الاهلي ماسك الاستحواز بشكل كبير جدا يعني احنا لو عرضنا الارقام هتقولنا اخطاء طبعا كان فيه اخطاء كتيرة 18 خطأ ضد التصوير يسمحها يعني و 12 خطأ او فاولات يعني ضد الاهلي الركنيات بقى هنا ده الارقام بقى الظاهرة اللي احنا نتكلم عليها ونمسكها بالتفصيل 15 ركنية اجمالي المباراة كان فيه منهم زي ما قلنا 6 في الشوط الاولاني وتسعة في الشوط التاني طبعا استغلالهم زيرو يعني ما كانش فيه للأسف الاستغلال بشكل جيد التسلل واحد بس يعني ضد الاهلي زيرو لسموحة ما وصلتش اصلا هناك تسديدات 10 تسديدة للأهلي اثنين بس اون تارجت يعني نسبة الدقة حتى 13 في المية ارقام ضعيفة جدا التسديدات بالنسبة لنادي سموحة تمن تسديدات تلاتة اون تارجت بنسبة 38 في المية التسديات اللي هو الجولد سيفينج تسديات حراس المرمى النهاردة كان فيه اثنين تسدي للشناوج تسدي لكورتين وطبعا الهاني تسدي لكورتين الهداف المتعقعة الاكس جي احنا حتى ما حصلناش احنا نحرز هدفين نهاردة كان هدف واحد او اون بوينت فور بالنسبة لسموحة طبعا ما فيش الفرص النهاردة كان فيه خمستاشر فرصة ولكن خلينا اقول لحضرتك ان الخمستاشر فرصة دي الكرات اللي حضرتكم شرحتوها من ناحية الفنية ما كانتش طبعا بتمثل الخطورة البيج شانس او الفرصة المحقاقة اللي كانت واحدة فقط من الخمستاشر هي واحدة فقط ده بنسبة الارقام سموحة نفس الكلام السبعة وما فيش اي خطورة الاستحواز كان كله النادي الاهلي خمس ستين في المية مقابل خمسة وتلاتين في المية السموحة التمريرات النهاردة الباصس كان خمسمية اتنين وعشرين باص او تمرين ده على فكرة رقم كبير مقارنة بارقام النادي الاهلي في التمريرات في الماتشاط السابقة كانت اقل من كده النهاردة ستمية اربعة وتلاتين منهم خمسمية اتنين وعشرين صحيحة باثنين وتمانين في المية وبالنسبة لسموحة تلتمية تمريرة او تلتمية وتسعة يعني متين اربعة وعشرين صحيحة بالنسبة اتنين وسبعين في المية تمريرات الاهلي النهاردة رقم فعلا كبير جدا مقابل بالماتشاط السابقة التمريرات القصيرة والشورت باصس النهاردة خمسمية بقى خمسمية تلاتة وستين منهم 552 صحيحة 89% سموحة 255 تمريرة 204 منهم صحيحة بنسبة 80% حتى اللونج بولز تمريرات الطويلة النهاردة الأهلي ما عملش أرقام كبيرة سموحة طبعا عملت 47 منهم 19 صحيحة 47 لونج بولز ده رقم كبير يعني مقرنة حتى برقم الأهل 32 دايما زي ما كنت أقول لحضرتك قبل المباراة اللونج بولز دايما هتلاقيها في رنج 30 35 عامة 47 اللي سموحة ده رقم كبير جدا العرضيات بقى ده اللي هنتكلم عليها النهاردة 39 عرضية للنادي الأهلي منهم 6 فقط بشكل دقيق أو صحيح 15% ده رقم ضعيف جدا بالنسبة حتى ناحية تانية سموحة هم عندهم بس 7 عرضيات واحدة بس منهم هي صحيحة بنسبة 14% المراوغات النهاردة حتى حضرتكم الكبات كنتكلم حتى الحلول الفردية الواحد على واحد أو كده ما كانتش كابتن بلال زكارة فعلا ما كانتش بشكل كبير حتى الدقة النهاردة في الدريبلينج ما كانتش بشكل كبير جدا 55% أهلي 70% لأنهم عشرة بس منهم 7 بشكل صحيح كسب الكرة أو الكولوين نسبة حتى الكور ريكافري أو استرجاع الكرة كان كتير بصراحة 134 النهاردة للأهل 121 لسموحة خسرنا الكرة 47 مرة أسموحة خصة الكرة 64 مرة ولو كان فيه ضغط شارس أكتر كان ممكن تخسر الكرة أو نكسبها بشكل أكبر النهاردة عايزة بقى أقف على الركنيات وعلى الكورسات الأرقام الضخمة الكبيرة اللي احنا شفناها النهاردة معانا كده إحصائية تحليل بقى اللعبتنا النهاردة هنتكلم بقى اللعبتنا النهاردة في الركنيات يعني نرجع بس للجدول الأولاني قبل ما نشرح الرسم البياني الأوبن بلاي من اللعب المفتوح هنا أو الركنيات هنا بقى فيه إمام عشور يعني هو عمل ركنية واحدة ومعاملش ولا واحد طبعا فلاب نفسه وحمد عبدالقادر نفس الكلام أفشا هنا فيه أربع كرصات عملهم من الأوبن بلاي أربع كرصات عملهم طبعا كلهم ما فيش دقة فيهم يعني ما استغلنهم شي أنا بتكلم بقى دلوقتي مسكنا كل العب لوحده الشكل كان عامل إزاي ما فيش طبعا ما بيلعبش ركنيات الأفشا النهاردة أكرم توفيه نفس الكلام ثلاثة من الأوبن بلاي وركنيات معمالش ولا ركنية هنا بقى نعف شوية هنا بقى فيه أرقام هنا ظاهرة يعني شوية حسيني الشحات النهاردة من الأوبن بلاي عمل أربع كرصات سواء من جهة اليمين أو حتى في الشوت لو لنا ما كان في جهة الشمال بالنسبة لكريم فؤاد خمسة من نوع عمل واحدة بس ركنية بالنسبة لعلي معلول 8 كرصات عملهم النهاردة من لعب مفتوح أو الأوبن بلاي يعني أثناء حياسة الكرة وعمل أربع ركنيات صلاح محسن واحدة بس يعني أعتقد حسيني الشحات هو أكتر واحد لعب ركنيات النهاردة ولعب سبع ركنيات تقريباً آه يعني هو أنده حسيني الشحات عمل سبع ركنيات هو عشان شفناه كتير وعمل أربع كرصات من الأم بالضبط الأرقام دي بقى عايزين نشوفها على الرسم البياني اللي بعد كده اللي بيحلل بقى إحنا كمية الكرات دي ما استفدناش بيها إزاي يعني وحتى على مدار المباراة يعني الخط الأسوات دوت ده بيقولك فيل يعني ده الكرصات اتعملت أو الروكنيات عملت زيرو يعني ما استفدناش ما كانتش بشكل ناجح الحتة الزرق اللي فوق دي بتقولك إن ده رقم واحد بس ده ناجح من الكرص اللي عام يعني شفت اللي هو البلاك ده في الرسم البياني ده الفيل ده اللي كان للأسف ما كانش بشكل ناجح يعني احنا هنتكلم مثلاً في أول خمس دقايق يعني في الجدول هنا ما كانش فيه من الخمس العشر أو الخمس دقايق اللي بعدهم كان فيه واحدة بس اتعملت ككروص أو الروكنيات كانت فيل يعني ما كانتش ناجحة في العشرة من الخمس دقايق اللي بعدهم نفس الكلام وصلنا لتلاتة تلاتة تعملوا وهكذا يعني فيه حتى من خمسة عشر لعشرين دقيقة اتعمل اتنين اتنين كروص أو اتنين فيهم ركنيات برضو فيل وهكذا لحد وصلنا دقيقة خمسة وعشرين للدقيقة تلاتين في الخمس دقايق دول نفس الكلام يعني بص كابتن ايمن هنا تلاتة وما فيش إلا واحدة بس صحيحة وهكذا حتى من الدياء خمسة وتلاتين لدياء أربعين نفس الكلام فيه اتنين فيل واحدة بس هي اللي صحيح يعني كل الارقام اللي احنا شفناها سواكت ركنيات بارقام ضخمة جدا خمسة عشر ركنية زي ما قلنا وكروصات وصلنا لحاجة وتلاتين للأسف عدم الاستغلالهم بشكل صحيح حتى قبل المباراة النهاردة لما تكلمنا على الارقام النادي الاهلي في الخمس مباريات كنا نكلم مع حضرتك ان الاهلي عمل تلاتة وتلاتين ركنية تلاتة وتلاتين ركنية في الست او سوري في الخمس مباريات يعني بمعدل ستة ركنية في المباراة الوحدة والعرضيات كنا بنقول ان الاهلي عمل تمانية وتمانين عرضية في الخمس مباراة أو كروص منهم بس اتنين وعشرين بشكل صحيح من ذلك في خمسة وعشرين في المية هيا دي ظاهرة محتاجين نشتغل عليها بشكل جيد جدا وان شاء الله اللي جاي افضل واحسن بإذن الله شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا شكرا شرفتنا طيب طبعا شوفنا الارقام ارقام طبعا الاستحواز والسيطرة